الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا للجميع علما وتوفيقا وهداية لخيري الدنيا والآخرة وبعد لما ذكر الله جل وعلا قصة موسى عليه السلام وما تعرض له من أنواع المخاوف وما فتن به من أنواع المحن وما نجاه الله جل وعلا به من أنواع الأقدار قال تعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق أي كما قصصنا عليك قصة موسى وبينا ما فيها من السنن الكونية التي يجري العباد عليها كذلك نقص عليك ونذكر لك من قصص الأنبياء السابقين الذين سبقوك لما في ذلك من الفوائد ففيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه بيان طريقة الأنبياء في مكابدة تكذيب المكذبين وإعراضهم وكيدهم ومكرهم وفيه أيضا تثبيت الفؤاد وفيه أيضا موافقة ما عند الأنبياء السابقين قال تعالى وقد آتيناك أي تحقق أن الله جل وعلا قد أعطاك يا أيها النبي من عنده سبحانه لا من عند غيره ذكرى وهو هذا الكتاب العظيم لأنه يذكر أنباء الأمم السابقة ولأنه يذكر أحكام الله ولأنه يذكر بالله جل وعلا ولأن فيه ذكرى يتعظ الإنسان بها ويستعد لما أمامه ولأن هذا الكتاب من تمسك به كان ذلك من سبلي إيجاد الذكر الحسن له إلى يوم القيامة ويقابل من تمسك به في الذكر من أعرض عنه ولم يعطه ما يناسبه من القدر والمكانة ولم يعمل به فإنه أي حاله وشانه أنه في يوم القيامة يحمل وزراء أي يقوم بحمل وبرفع حمل ثقيل يكون على ظهره من أوزاره وذنوبه ولذلك يكون خالداً فيه يعني في العذاب الذي كان بسبب الأوزار التي عملها في الدنيا وساء لهم يوم القيامة حملا أي ذلكم الحمل الذي حملوه وذلكم الثقل الذي رفعوه سيكون سبباً من أسباب سوء حالهم ومساءتهم فإنه يسوءهم ويحزنهم ثم ذكر جل وعلا بذلك اليوم العظيم وما فيه من الأهوال الكبيرة فهو يوم ينفخ فيه في الصورة والصور أمر عظيم ومنفاخ يخرج صوتاً عظيماً يكون في يوم القيامة ينفخ فيه ليكون ذلك وقت موت العباد جميعاً ثم ينفخ فيه أخرى فيقومون جميعاً وفي يوم القيامة يحشر الله أي يجمعهم ويجعلهم في مكان واحد ويجعل المجرمين يومئذ زرقاً أي تتغير ألوانهم وتصبح أبدانهم ذات لون أزرق وذلك أن البدن إذا قل ما فيه من الدم إذ رق وهكذا شأن هؤلاء المجرمين الذين أقدموا على الذنب العظيم من الإشراك بالله والكفر به فإنهم يوم القيامة تتغير ألوانهم بسبب هول ذلك اليوم وعظم المطلع فيه ويكون شأنهم أنهم يتخافتون أن يكلم بعضهم بعضاً سراً أو يكلم أحدهم نفسه بما يسمعه منه قريبه أو القريب منه ويقولون إن لبثتم إلا عشراً أي إن الوقت الذي جلستم فيه في الدنيا أوقات قليلة بمثابة عشر ليال بأيامها وأن ذلك فيما كان منكم في قبوركم يقول الله جل وعلا مبيناً ما هم فيه من الوهم لأن أيام الدنيا مضت عندهم سريعاً فظنوها قليلة قال تعالى نحن أعلم بما يقولون أي ما يتكلمون به وما يقدرون به أيام دنياهم معلوم عند رب العزة والجلال وفي ذلك اليوم يقول أمثلهم طريقة أي أفضلهم وأحسنهم سيرة إن لبثتم إلا يوماً أي إن مقدار جلوسكم في الدنيا مقدار يسير قليل بمثابة اليوم الواحد وذلك أن الله جل وعلا يطيل أيام الآخرة حتى يصبح لها الوقت العظيم ماذا يفعل الله بالكون في يوم القيامة؟ هكذا سأل بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الجبال هذه المخلوقات العظيمة التي ترتفع الارتفاعات الشاهقة لا يستطيع الإنسان إلى للوصول إلى أعلى بعضها إلا بالمشقة العظيمة وما يبذله من الأمر الكبير فأجاب الله أو أمر نبيه أن يجيب بأن الله ينسفها نسفا والنسف هو ذر الشيء بحيث يصبح أجزاء يسيرة قليلة ضعيفة متفرقة وقد جاء في نصوص أخرى أن الله يجعل الجبال كالعهن المنفوش أي كالقطن الذي تم نفسه بحيث يصبح خفيفا يجره الهوى ويحركه الهوى فيذرها قيل يذر الأرض بعد أن ينسف الجبال قاعا صفصفا أي أرضا مستوية متطاولة لا علامة بارزة فيها وبعضهم قال بأن الضمير في يذرها أي يتركها يترك الجبال والأول أظهر قوله ولم يتذكر الأرض هنا لأنها مفهومة من السياق لا ترى فيها أي إذا شاهدت الأرض فإنك لا تشاهد فيها عوجا ولا أمتا والعوج الميلان الذي يكون على جهة الأفق والأمت هو عدم التساوي من جهة الطول والارتفاع يومئذ في ذلكم اليوم العظيم اليوم القيامة يتبعون الداعية أن يوجد من ينادي الناس ويطلب منهم أن يحضروا عنده فيتبعونه ويسيرون معه لا عوج له قيل بأن الضمير هنا يعود للداعي فيكون نداؤه لهم نداء يصلهم مباشرة في لحظة واحدة مهما ابتعدت أماكنهم وما هذه الأجهزة الجديدة التي تنقل الأصوات عبر المسافات البعيدة إلا شاهد لذلك وقيل بأن قوله لا عوج له يعود إلى من يتبعون الداعي بحيث يسيرون على استقامة واحدة لا يميلون يمينا ولا شمالا وإنما يذهبون في طريق مستقيم لأجل إجابة الداعي في ذلك اليوم خشعت الأصوات أي سكنت وذهبت فلا يوجد أصوات أبدا وذلت من أجل الخشية من الله جل وعلا مع أنه الرحمن الرحيم وفي ذلك اليوم لا يسمع صوت إلا الهمس قيل بأنه صوت الأقدام وقيل بأنه الصوت الخفي الذي يخاطب الإنسان به نفسه وقيل ما يخاطب الإنسان به من حوله على جهة التخفي والإسرار يومئذ في ذلك اليوم لا تنفع الشفاعة أي لا يستفيد أحد من الشفاعة فلو قدر أن أحدا شفع لآخر وحاول أن يرفع مكانته أو أن يدفع عنه عذابا فإن هذه الشفاعة لا تنفع إلا في حال واحدة وهي الحال التي يجتمع فيها الشرطان شرط الشفاعة المقبولة وأولها أن يأذن الله جل وعلا للشافع أن يأذن الله للشافع فيعطيه الإذن ويمكنه من أن يشفع والشرط الثاني أن يكون المشفوع له ممن رضي له الرحمن قولا فرضي أفعاله فكان قد قال بكلمة التوحيد لا إله إلا الله في ذلكم اليوم العظيم يوم القيامة تتغير أحوال الناس ويخضعون لله جل وعلا ثم قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أي أن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من أحوال الناس فهو العالم بما يكون لهم في مستقبل أيامهم وهو العالم بما كان منهم مما مضى في أوائل أيامهم وهو العالم جل وعلا بما قدموه لآخرتهم وما عملوه لدنياهم أما العباد فإنهم لا يحيطون به علما أي لا يكون علمهم بالله من كل جانب بحيث لا يخفى عليهم شيء منه بل لا يعلمون من الله إلا ما أعلمهم به عن نفسه وهكذا لا يحيطون بعلم الله فإن الله جل وعلا محيط علمه بكل شيء والعباد لا يحيطون ولا يتمكنون من إدراك علم الله جميعا في ذلكم اليوم عنت الوجوه للحي القيوم أي ذلت وخضعت الوجوه فإذا كانت الوجوه وهي مواطن والافتخار والعزة تذل في ذلك اليوم فما ظنك ببقية أعضاء البدن في ذلكم اليوم تخضع للحي الذي لا يموت ولا ينام ولا يغفل عن أحوال العباد القيوم الذي قام على أمور العباد فرزقهم وصرف أمورهم وتولى شؤونهم في ذلكم اليوم خاب من حمل ظلما فالذين أشركوا بالله فظلموا أنفسهم الظلم العظيم فستكون لهم الخسارة بسبب ما حملوه وما كان عندهم من الشرك وقد يدخل في الآية من ظلم نفسه ظلما بحيث أحاط الظلم به من كل جانب وفي مقابل هذا الصنف من يعمل أي من يستمر على أداء الصالحات من عبودية الله وحده على وفق ما جابه أنبياؤه وهو مؤمن أي حالته عندما عمل الصالحات أنه كان على الإيمان فهذا لا يخاف ولا يخشى ظلما ولا هضما والظلم أن يؤخذ من حسناته والظلم أن يعطى سيئات عليه والهضم أن يؤخذ من حسناته وكما قصصنا قصص أنبياء الله كما في قوله وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق كذلك أي الشأن المستمر أن الله تعالى أنزل هذا الكتاب من عنده جل وعلا إلى نبيه للعالمين قرآنا أي كتابا تقرأه يقرأه الناس حفظا ويقرأونه في المصاحف جاء بلغة العرب الفصيحة التي تشتمل على معاني عظيمة وحروف كثيرة لا يوجد مثلها في غيرها من اللغات وصرفنا فيه أي وجهنا في هذا الكتاب وقلبنا فيه أنواع من التقاليب ووضعنا فيه أساليب مختلفة من الوعيد مما يخوفهم من عقوبتي الآخرة فمرة ذكر العقوبات التي نزلت بالأمم السابقة فكان هذا مما صرف في الكتاب من الوعيد ومرة يذكر في هذا الكتاب صفات رب العزة والجلال فهو العزيز الجبار الكبير المنتقم مما يحدث ذكرا في القلوب وهكذا صرف في هذا الكتاب من الوعيد بذكر سنن الله في الكون التي هي قوانين ينظم الله بها حياتا هذا الكون ومن ذلك أيضا ما ذكره الله جل وعلا من أسمائه وصفاته التي تقتضي الخضوع له والذل له سبحانه وأيضا ذكر في هذا الكتاب ما عد الله جل وعلا من نعيم عظيم لأوليائه وما عده من العقاب الشديد والعذاب الأليم لأعدائه وتصريف هذا الوعيد له فائدة ألا وهي زراعة التقوى في القلوب بحيث يستمرون عليها فإن يتقون فعل مضارع مفيد للإستمرار والدوام أو يحدث لهم ذكرى أي أن هذا القرآن يجعل من ينظر فيه أو يستمع لآياته يتذكر الله جل وعلا فيخاف منه ويتذكر ما نزل من العقوبات بمن سبقنا فيخاف أن ينزل به مثل ما نزل بهم ويتذكر ما جعله الله عند الملائكة من قدرة عظيمة فيخشى أن يسلطهم الله عليه وهكذا يحدث لهم من تذكر المواعظ ما يجعلهم يسيرون على مقتضى الحق والصواب وكذلك يذكرهم بالآخرة وما أعد الله فيها لأوليائه من النعيم المقيم وما أعده لأعدائه من العذاب الشديد الأليم ليكون ذلك من أسباب تذكرهم قال تعالى فتعالى الله الملك الحق أي أن الله يترفع ويتنزه عن الظنون الفاسدة والتهم الباطلة والأقاويل السافلة فهو الملك أي الذي يملك كل ما في الكون وملكه ملك حق فإن الإنسان قد يملك في الدنيا لكنه ملك مؤقت إما ينتهي إما ببيعه وإما بوفاة صاحبه أما ملك الله للكون فهو ملك حق فهو المتصرف فيه على جهة الدوام ثم إن ملك المخلوق مقيد وأما ملك الخالق فإنه يتصرف في ملكه بما يشاء بدون أن يكون هناك تقييد في تصرفات الله جل وعلا ثم قال تعالى ولا تعجل بالقرآن أي إذا قرأت القرآن فلا تستعجل في قراءته فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل في قراءته يقول أخشى يقول أخشى أن أنساه قال تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه أي أن انتهي إليك الوحي فانتظر لا تكرر مع الملك الذي جاك بالوحي حتى ينتهي نزول الوحي عليك وحينئذ وحينئذ قل ربي أي أطلب من الله جل وعلا أن يزيدك من العلم وظاهر هذا أنه من علومي الشريع علما بالله وعلما برسوله صلى الله عليه وسلم وعلما بشريعته ثم ذكر الله جل وعلا قصة أخرى ألا وهي قصة آدم عليه السلام وقد ثنها الله جل وعلا في كتابه في مواطن من هذا الكتاب ففي هذه الآيات أحكام وحكم كثيرة فمن تلك الأحكام أن الله جل وعلا يقص على نبيه وعلى أمته من بعده عددا من قصص الأنبياء عليهم السلام وفي ذلك حكم عظيمة وفوائد كثيرة منها استقرار قلب النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يخشى أن تنزل به عقوبة ولا يخشى من أن يتسلط عليه قومه ومن ذلك أن يكون ما قصه الله علينا سبب من أسباب أخذ العبر والعظات والحكم والأحكام من قصص الأنبياء عليهم السلام وفي هذا أيضا أن العبد عندما يستمع لما عارض لأنبيائه وأوليائه هنأت نفسه واستقرت وعلم أن العاقبة الحقيقية تكون يوم المعاد وفي هذه الآيات وفي هذه الآيات دلالة على أن بعض أنبياء الله عليهم السلام لم يصل إليهم الوحي وفي هذه الآيات أن أخبار الماضين لم يبق منها إلا الأنباء التي تحكى فتروى وفي هذه الآيات تفضل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم بإنزال الكتاب عليه وفي هذه الآيات اجتمال القرآن على الذكر فهو يذكر بيوم المعاد وهو يذكر الأمم السابقة وهو يذكرنا بالأحكام والآداب وهو يذكر من يكون له يد على أن ينخرط في طاعة الله عز وجل ثم قال تعالى من أعرض عنه أي من تولى وأدبر ولم يستفد من كتاب الله فلم يقرأه ولم يميزه فإنه يحمل يوم القيامة وزراء أي تأتي أوزاره وذنوبه المتتالية فيضعها الله على رقبته فيجري بين الناس وهي على رقبته وفي هذه الآيات أن أهل النار يخلدون فيها وفي هذه الآيات أن أولئك الظالمين لنفسهم تسوجوههم بسبب ما قدموه من أعمال وفي هذه الآيات إثبات النفخ في الصور في يوم المعادة وفي هذه الآيات أن الكافرين والمجرمين يحشرون أن يجمعون في مساق واحد ويكونون يومئذ زرقا ولأظهروا أن المراد أن أبدانهم تزرقوا من هول المطلع في ذلك اليوم وفي هذه الآيات أنهم يتناجون التناجي الخفي ومن ذلك أنهم يستعرضون ما يصلح لهم من السكن قال يوم ينفخ نحن أعلم بما يقولون في هذه الآيات أيضا من الفوائد أن من أعرض عن ذكر الله فإنه يأتي يوم القيامة مفلسا من الحسنات جامعا لكثير من السيئات وفي هذه الآيات أن الإنسان قد تتغير معالمه عند تغير الأحوال المحيطة به كما تغير لونه إلى لون المجرمين إلى الزرقة وفي هذه الآيات أن المجرمين في يوم المعاد قبل الفصل بين العباد يخاطب بعضهم بعضا بالحديث معهم حديثا سريا فيقول قائلهم كم مقدار الدنيا الأولى وكم جلسنا فيها فيقول قائلهم لم تلبثوا إلا أشياء يسيرة عشرة أيام أو نحو ذلك فرد الله جل وعلا عليهم نحن أعلم بما يقولون وفي هذا دلالة على مشروعية رد مقالات أهل الباطل وفي هذه الآيات أن الإنسان في الوقت القليل لا ينبغي به أن يفرطه بل عليه أن يستعمله فيما يعود عليه بالنفع في آخرته وفي هذه الآيات بيان شيء من أهوال يوم القيامة ومن ذلك نسف الجبال بحيث تصبح هباء منثورا فيذارها قاعا صفصفا أي محلا واطيا لا أثر فيه إلى شيء من آثار الحياة لا ترى فيها عوج أي لا ترى ولا تشاهد في الأرض عوج أي ميلان وعدم استقامة ولا ترى فيها أمتا وفي هذه الآيات عظم يوم القيامة وأن الناس في ذلك اليوم لا يلوي بعضهم على بعضهم الآخر بل كل مشغول بحساب نفسه وفي هذه الآيات أن المنادي في يوم القيامة ينادي على الناس بأسمائهم ليستجيبوا له وفي هذه الآيات اضطراب الناس في مدة بقائهم في الدنيا لكونها قد مضت سريعا وفي هذه الآيات أن يوم القيامة يوجد فيه داع يدعو الناس إما يدعوهم للحساب وإما يدعوهم للعذاب وقد ورد في ذلك شيء من الآثار قال يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات سكنت فيه أن الناس في يوم القيامة يسكنون ولا يتكلمون وفي هذه الآيات أن الأصوات غير الإرادية ينبغي استثناؤها من أن تكون داخلة تحت مناط العقوبة أو العذاب وفي هذه الآيات إثبات الشفاعة المثبتة والتي تكون من أنبياء الله وأولياء ممن يأذن لهم الرحمن بالشفاعة فيشفعون لبعض الناس من أهل التوحيد وفي هذه الآيات سعة علم الله عز وجل بحيث لا يخفى عليه شيء من المخلوقات وفيها أن علم العبد محدود لا يمكنه أن يتجاوزه وفي هذه الآيات أن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة متأخرة من الهم والقلق فإنه حينئذ يبقى وجهه ناظرا إلى علو وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا هو الذي يحيي من شاء من عباده فلا حياة فيها إلا بإذن منه سبحانه وتعالى وفي هذه الآيات أن الله القيوم بمعنى أنه القائم على خلقه فهو الذي يدبر الموتى والأحيا وهو الذي يدبر الحيوانات لأنه القيوم سبحانه وتعالى وفي هذه الآيات أن من حمل الظلم يأتي يوم القيامة قد اسود وجهه وخشي عليه إذا كان ذلك يراد به الشرك الأكبر وفي هذه الآيات بشارة أهل الإيمان والعمل الصالح بأنه لا يخاف عليهم من الظلم ولا من الهضم وفي هذه الآيات امتنان الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه قد أنزل الكتاب من السماء لهداية الناس وفي هذا أن رب العزة والجلال متصف بصفة العلو وأن القرآن كلامه حقيقة وأن القرآن إذا أراد أن يخاطب وإذا أراد أن يخاطب خاطب الناس بما يفهمون ومن ذلك أن يخاطب العرب باللغة العربية وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد أرسل على عباده أنواعا من أنواع العذاب من أجل أن يرجعوا إلى الله جل وعلا وأن يخافوا منه سبحانه وتعالى وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يريدوا بالعباد خيرا عندما يكونون من أهل التقوى وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يحدث ما شاء من أنواع الذكر إما بأن يتكلم بما شاء وإما أن ينزل العقوبة بالعباد فينزل بهم ما يناسب من العقوبات وفي هذه الآيات تنزه الله جل وعلا ورفعة مكانته وعلو منزلته فتعالى الله وفي هذه الآيات أن الملك الحق هو لله جل وعلا وحده وملك الحق الذي لا يتمكن وحد من أن يأخذ من ملكه شيئا وملك الحق هو الذي يصور أنواع ما يملكه ذلكم المالك وفي هذه الآيات تدريب النبي صلى الله عليه وسلم على عدم العجلة في أخذ فضل القرآن وفي هذه الآيات تعليم المتأدب والمتعلم من أجل أن لا يبادر شيخه فيقطع عليه درسه ويكون سببا من أسباب عدم إكمال درسه وفي هذه الآيات تفضل الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم بأن علمه الدعاء الذي يكون سببا من أسباب رضا الله فقال سبحانه وقل رب زدني علما فهذه آيات عظيمة من الآية التاسعة والتسعين من سورة طاها إلى الآية المئة والخامسة عشر منها بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وَجَعَلًا إِلَّا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الْهُدَاة المُهْتَدِينَ كما نسأله جل وعلا صلاحا لأحوالنا واستقامة لأمورنا ورضا من ربنا جل وعلا بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير ونسأله جل وعلا أن يصلح أولاة أمور المسلمين وأن يوفقهم لما يحب ويرضى هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين